يشكم مواطنون من فصل التيار الكهربائي على منازلهم بشكل مفاجئ ودون إعلامهم ومضاعفة قيمة رسوم إعادة التيار الكهربائي في حال تكرار الفصل وفي حديث خاص لرؤية أوضح رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زيادة السعيدة أن فصل الكهرباء يأتي بسبب ترتب ذمم مالية على المشتركين فيما تعطي شركات الكهرباء فرصة للمشتركين مدتها 30 يوماً لتزديد المستحقات المالية المترتبة وفي حال عدم التزديد يتم فصل الكهرباء أما شكاوى حول رسوم إعادة التيار أوضح السعيدة أنها ليست بالإجراء الجديد حيث يتم إضافة مبلغ رمزي قيمته ثلاثة دنانير إعادة إيصال التيار الكهربائي هذا أمر ليس جديد كان مستخدم سابقاً قبل العدادات الذكية على المشتركين عند إعادة إيصال التيار الكهربائي يتم إرسال ورشة عمل لإعادة إيصال التيار الكهربائي وكان يتم وضع مبلغ بسيط رمزي قيمته ثلاثة دنانير حتى يتم إعادة إيصال التيار الكهربائي علماً أن كلفة هذه الورشة تتجاوز الأربعين دينار عند إعادة إيصال التيار الكهربائي اليوم بعد تركيب العدادات الذكية أصبح لدينا الفصل والوصل من خلال نظام مبرمج يقوم عليه كادر بشري بمتابعة هذه الذمم اليوم شركات توزيع الكهرباء أعطت فرصة للمشتركين ثلاثين يوم لدفع الذمة المستحقة عليهم لا يوجد مبلغ معين لعملية الفصل لكن يوجد مدة معينة تقدر بثلاثين يوم بعد صدور الفاتورة على كل المشتركين الالتزام بدفع ثمن أثمان الطاقة الكهربائية للمحافظة على استدامة إيصال التيار الكهربائي لجميع المشتركين أظهرت مؤشرات داء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي تحقيق نتائج إيجابية مع زيادة حجم الموجودات بواقع 900 مليون دينار التي تمثل الفوائد التأمينية الواردة من مؤسسة الضمان والأرباح التراكمية لنشاط الصندوق الاستثماري موجودات الصندوق بلغت 15 مليار و700 مليون دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنمو بنسبة 6.10% عن مستواه بنهاية 2023 الصندوق يستثمر في ست محافظ أبرزها سندات الدين وبلغ حجمها بنهاية أيلول أكثر من 8 مليار و800 مليون دينار محققة زيادة عن مستواها بنهاية العام الماضي في المرتبة الثانية أدوات السوق النقدي وقيمتها مليارين ونصف المليار دينار محققة نمو لافتا كما يستثمر الصندوق في الأسهم وبلغت قيمتها بنهاية أيلول نحو مليارين و300 مليون دينار مسجلة تراجعا كما يستثمر الصندوق في محفظة العقارات وقيمتها نحو 873 مليون دينار فضلا عن محفظة القروض والسياحة فيما حقق الصندوق دخلا بقيمة 697 مليون و600 ألف دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام بزيادة نسبتها 14.20% عن ذات الفترة من العام الماضي حيث حقق الصندوق أكبر دخل من محفظة السندات بواقع 400 مليون دينار ومن محفظة الأسهم بواقع 157 مليون دينار ومن محفظة أدوات السوق النقدي بواقع 111 مليون دينار إلى جانب العوائد الأخرى المتحققة ومنها عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية في خطوة هي الأولى في الأردن أطلقت الحكومة النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي ويضم النظام في مرحلته الأولى 39 مؤشرا رئيسيا قابل للتوسع مستقبلا ويقوم على استقصاء المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية النظام الذي أطلقته أو أطلقه مجلس الأمن الغذائي بالتعاون مع الإحصاءات وبرنامج الأغذية العالمي يهدف إلى تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي من خلال توفير منصة وطنية لرصد وتحليل حالة الأمن الغذائي في الأردن وإصدار التقارير الخاصة بها لتمكين أصحاب المصلحة المعنيين بالأمن الغذائي اتخاذ القرارات المستنيرة في الوقت المناسب النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي يعمل على إنشاء بوتقة تصب فيها كافة المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص بكل يقدم بياناته المحدثي والمتناغمة والمتكاملة والتي تعمل على إنشاء بني تحتية لمعلومات الأمن الغذائي لا ننسى أيضا أننا من خلال هذا النظام نعمل على تقديم خدمة لصنع القرار فيما يتعلق بتسهيل انسيا بالسلع والإنتاجي والاكتفاء الذاتي بالأمن التغذوي حتى والسعرات الحرارية وأيضا للباحثين في هذا المجال وأيضا للمؤشرات الدولية حتى يتم تحديث البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي في الأردن الأهداف الرئيسية لهذه المنصة التي تم إطلاقها اليوم إيجاد مصدر بياناتي واضح للأردن وللعالم الخارجي في غياب مثل هذه المنصة تقوم الجهات الدولية بإيجاد بيانات ونشر بيانات عن الأردن قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة في بعض الحالات هذه المنصة نحن دولة راسخة ننتج بياناتنا ونقوم بنشر بياناتنا والمنظمات الدولية تستقي هذه البيانات من مصدرها وفي ذات سياق بحث متمرنا أهمية الغذاء الذكي في توفير الغذاء لأكبر عدد من الأشخاص وتقليل الفائض غير المستخدم المشاركون في المؤتمر ركزوا على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الأردن في توفير الغذاء وسبل مراقبة وسلامة الأغذية الوظيفية من خلال الفحوصات المخبرية إلى جانب السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في المسالخ مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهدات أكد أن الغذاء في الأردن آمن ومتوفر بكميات مناسبة ويأتي هذا المؤتمر في وقت تواجه دول المنطقة تحديات في مجال الأمن الغذائي حيث أظهر مؤشر الجوع العالمي نتائج مقلقة لخمس دول منها الأردن الأردن على مؤشر الجوع 12% وهذا أسوأ مما كنا عليه في عام 2000 حتى عوام 2018 كان مؤشرنا لا يتجاوز السبعة وثمانية بالعشرة الآن إحنا أكثر من 12% لكن الخطر في ذلك هو مؤشر سوء التغذية اللي هو أحد المؤشرات الفرعية حيث بلغنا 17% وهذا يعتبر رقم عالي أكثر من الأرقام السابقة إحنا بنشجع الابتكار ونشجع المبتكرين والرواد الأعمال وبالذات تحديداً الطلاب بالمشاريع التخرج ومشاريع البحثية بالجامعات الأردنية وهذه كانت إلينا تجربة بالمرة السابقة وإحنا الحمد لله قدرنا أن نقدم 13 مشروع إلى المجتمعات المحلية وإلى المستثمرين وإلى الصناعيين وتم التشبيك مع جزء منهم والآن إحنا مرضو قدمنا أيضاً مشاريع وإحنا نتمنى يكون المؤتمر هو إحاضة الابتكار للطلاب والمشاريع البحثية التي تتعلق بالغذاء الوظيفي شهدت أسعار النفط والذهب تراجعاً في أولى جلسات تداول الأسبوع إذ كان تأثير للضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران لافتاً أسعار النفط انخفضت بأكثر من 5% بعدما تجنب الاحتلال توجيه ضربات لمواقع الطاقة الإيرانية ما هدأ المخاوف من حدوث اضطراب كبير في الإمدادات النفطية وتداول الأسعار عند مستوى 71 دولاراً للبرميل بعدما شهدت الأسعار ارتفاعاً في ظل المخاوف من حدوث اضطراب كبير في الإمدادات العالمية أما أسعار الذهب سجلت انخفاض خلال أولى جلسات الأسبوع على خلفية انحصار مخاوف الأسواق بشأن تصعيد أوسع أو واسع نطاق بالشرق الأوسط وانخفاض استهلاك الذهب في الصين خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام ويتداول الذهب عند 2740 دولاراً للأنصة